ينطلق غدا مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندورلين يعقد المؤتمر على مداري يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو الجاري تحت عنوان اطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع تغيير وذلك بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفيع المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبية وممثل شركاء التنمية ومتعدد الأطراف فضلا عن مجموعة واسعة من رؤسائي ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثل منظمات الأعمال المصرية والأوروبية هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر والأمونية الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصدرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية على هامش المتمر لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة